وينضم إلينا من دبي رئيس قسم أبحاث السوق والتحليل في مجموعة إيكوتي رائد خاضر للحديث عن أسواق العملات والأجنبية وأيضا أداء العملات الأجنبية بالمجمل أستاذ رائد هل تسمعنا صحيح؟ نعم أهلا وسهلا نعم يستاذ صباحك بداية يعني لاحظنا حالة الاستقرار في مؤشر الدولار مع نهاية عملات الأسبوع الماضي وإذن هل تتوقع أن تبقى هذه الحالة للدولار حتى نهاية عملات هذا العام؟ وتحديدا هل وصل الدولار إلى أعلى قمة مسجلة خلال تعاملات 2022؟ بشكل كبير جدا الدولار الأمريكي يعني الآن بعيد نسبيا عن القمة التي كان قد وصل إليه قرابة 115 كان مؤشر للدولار الأمريكي أما مسألة من العملات الرئيسية الآن الدولار يتداول قرابة المستويات ما بين 130 إلى 104 الدولار الأمريكي على الرغم من إبطاء وتير التشديد السياسي النقدية إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال في أداء صاعد ومرتفع لأنه ببساطة شديدة تم تعديل مستهدفات أسعار الفائدة أو سقف أسعار الفائدة للعام القادم إلى 5.1% وهذا من شأنه كان من شأنه يؤثر على نوايا الفيدرالي الأمريكي بإبطاء أو إيقاف عملية أسعار الفائدة والسوق كان يسعر هذا الأمر حقيقة نشهد أن الدولار الأمريكي في الوقت الحالي بدأ يدخل في مرحلة الضعف التدريجي كتذبذب كنطاق تداول لأنه نقترب أكثر اليوم في عنا عطل مصرفية في معظم الاقتصادات العظمى في العالم وطبعا خلال نهاية تعاملات الأسبوع ننتظر إغلاق مبكر للأسواق نعم تحديدا في الإغلاق المبكر للأسواق هل تتوقع أيضا استمرار حالة يعني البيانات الإيجابية تزل في المنطقة اليورو وأيضا في الولايات المتحدة وأثرت بشكل كبير على منحنيات أداء اليورو هل تتوقع استمرار الاستقرار في اليورو أمس يرتفع في ظل البيانات الاقتصادية المرتقبة يعني في أن مجموعة من البيانات المرتقبة خلال تعاملات هذا الأسبوع لا ترتقي إلى التأثير الكبير على تحركات الأسواق ولكن نحن نعلم تماما مع انخفاض السيولة في الأسواق تزداد الحركات المفاجئة والانتقالات السريعة السعرية بالتالي التدبض لا يزال موجود ممكن على الرغم من الخفاض السيولة والخفاض المشاركين في الأسواق بنتيجة موسم الأعياد أو نهاية تعاملات العام ومن هنا أؤكد أنه ممكن اليورو يشهد بعض الانزياحة السريع بالاتجاه الصاعد نتيجة أنه معظم المشاركين في هذه الفترة ممكن يكونوا من أصحاب مراكز الشراء على اليورو باغتنام فرصة البيانات الاقتصادية التي تتحسن من منطقة اليورو خلال تعاملات هذا الأسبوع أي متداولين نوعا ما الأخبار سنكونوا من تركيزهم أكبر على تعاملات هذا الأسبوع في نفس الوقت اليورو مدعوم بتحسن تدريجي في بعض البيانات كان في عنا بعض القراءات الأمريكية التي صدرت خلال تعاملات الأسبوع الماضية على رأسها كانت أو في نهايتها كانت قراءة مؤشر للإنفاق الاستهلاكي الذي أظهر تراجع يعني أنه بدأ الشعب الأمريكي يقلل الاستهلاكه من نتيجة مستويات تضخم مرتفعة فذلك يعني نوعا ما الضغط ممكن يساعد على ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع ونقترب أكثر باتجاه الواحد فاصل سفر سبعة يعني أعتقد منه ممكن جدا أن يستقر اليورو أو ينهي اليورو تعاملات هذا العام عند هذه المستوى نعم أستاذ رائد يعني نحاول خلال تعاملات هذا العام النظر والتركيز على أداء اليان الياباني الذي تحرك بشيء كبير وأيضا قرارات المركزي الياباني خلاف باقي البنوك المركزية بالمجمل فيما يتعلق بأسعار الفائدة يعني الأسباب التي أدت إلى تحرك اليان الياباني خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهل تتوقع استمرار اتفاعيا مقابل الدولار يعني هناك تنهير كبير حقيقة وصدمة كانت للأسواق فيما يتعلق بالسياسة النقدية من البنك المركزي الياباني أن يوسع مستهدفات أو مجال تحرك عوائد السندات للعشرة أعوام من 0.25 إلى 0.50 ذلك اعتبره بشكل كبير جدا أنه تشديد ضمني في السياسة النقدية شديدة التيسير التي كانت تبعها ذلك نوعا ما أعطى قوة واضحة في اليان الياباني ونحن نعلم تماما أنه الطلب على اليان يكون كما لا أؤمن لأنه نحن في عنا مستويات الدين الداخلي في اليابان هي يعني هي الأكبر وتمثل الجزء الأكبر من الدين العام وبالتالي يكون هناك ثقة كبيرة في السندات اليابانية وما إلى ذلك لأنه ارتفعنا نحن رفعنا عوائد السندات اليابانية بالتالي يوجد طلب على اليان الياباني لشراء السندات اليابانية باستهدافات هذا العائد المرتفع هنا يعني أعتقد يستقر أو ضعف بعض الشيء بس اليوم أو بنهاية تعاملات الأسبوع من مبدأ عمليات جني أرباح يمكن ذكرها على سبيل المثال أمام الدولار الأمريكي ولكن الاتجاه العام تحولت كليا بالنسبة لدولار أمريكي ياباني إلى اتجاه هابط ومستهدفاتنا التالية هي دون مستويات المية وثلاثين نعم رئيس قسم أبحاث السوق والتحليل في مجموعة إكويديال أستاذ رائد خاضر كنت معنا مدبي شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات اشتركوا في القناة